صباح الخير مشاهدينا برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج رلح حدث لنهار السابق 9 أسباط فبراير 2013 بسعدني راح يبضيفنا بستوديو النائب السابق دكتور مسعود الحجيري صباح الخير دكتور صباح الخير وبنصبح على سيدة المشاهدين أهلا وسهلا فيك إن شاء الله تكون أيامنا قادمة للبنان أبطل نحن أردنا أن نظهر وجه آخر للحجيريين ببرنامجنا يعني للأسف هو التعميم لا يجوز لكن ما جرع في عرسال وربما لأن المتحدثين أو أغلب المتحدثين من آل الحجيري عم بيكونوا من جهة وحدة أو عم بيكون عندهم طابع سياسي وتطرفي معين فأردنا أن نظهر وجه آخر حضرتك من الوجود أساسا المعروفة وكنت ممثل عرسال لفترة طويلة بالبرلمان اللبناني منك بدنا نسمع فعلا شو صاير بعرسال اليوم ليش هيك تحولت هذه البلدة من بلدة معتدلة إلى بلدة البعض يصم بأنها تضم أكبر عدد من المتطرفين ما الذي جرى في هذا النهار المظلم جريمة بحق الجيش اللبناني وهل أنتم أبناء أرسال مستعدون فعلا لتسليم المطلوبين كما يقال أو أن المطلوبين حتى بطلوا عندكم بالبلدة وهربوا بالجرود إضافة إلى العناوين السياسية راح نترحها مع خضرتك لكن نسمح لي بداية أن أنت قليلا قبل ما نبدأ معك بدك تعذرنا ننتقل لزميل تيكلارا جحا ومجهز لأهم الأخبار نشاهدين أبرحب فيكم ونبدأ حوارنا مع النائب السابق دكتور مسعود الحجيري دكتور حجيري بداية سألتك تحت الهواء كيف عرسال يا سيدي عرسال حزينة قال لي حصل حزينة وعرسال تستنكر اللي حصل وبدينه ومش من أخلاقها وعمة أهل عرسال يعني هالشيه هده بيجرحهم وجميع أهل عرسال دينين معتدلين عكس النظرية المتاخدى عنها أنها متطرفة عامة الناس دينين متدينين شو اللي صار فعلا يعني نهار الجريمة كثير رويات لكن فعلا شو اللي صار أنا الحقيقة أنا طلقت لك أنا كنت عم أحضر دفن باللبوة وطلعنا من الدفن وزلت عبيروت يعني مرجعت عرسال ما حضرت بس طبعا عادت مع الناس تاني يوم وعادت مع الناس مبارح كنت برسال وعادنا وحكيني اللي صار حسن ما بيقولوا أهل عرسال ريويتهم أنه إجوا سيارتين مدنيات بيك أب وجيب طال رايح إذا رايح على الصلاة إذا ميت طوقوا وقتلوا وأخذوا هون هو طبعا ساكن بطرف عرسال بس رايبين وحوالي رايبين وحوالي مثلا بيقولوا عنا بالضيع دبوا الصوت يا صوت يا ناس نجدونا إجوا ناس أتلونا أخونا وأخذوه ولحقوا هون وصالت لقنار هلأ هنا يعني المأخوذ أنهم أخذوا طريق فرعي فيه حاجز للفهود بطرفا سير المنطقة طريق رعيان ما مرأوا علي كمانه وظلوا رايحين بيقولوا كان فيه اثنين جيب اثنين همر للجيش مستنيهم ورا الجبل التحقوا مع بعضهم وصالت لقنار هلأ في البداية حسب المعلومات الأولية عناصر الجيش تغلبوا أهل عسل بس طبعا بعد شوية كتروا أهل عسل وإجاء التلج يعني إجاء التلج سكروا الطريقة له وصاروا محصورين هنا بين المسلحين وبين التلج وصالت لقنار هلأ أهل عسل طيب يا عمي ما شفتوهم الجيش أنتوا الجيش أنتوا الجيش اللبناني أنتوا جزء منكم أنتوا جزء من الجيش لبناني أنتوا عنكم 3000 عسكري بالجيش نحن معنا وظائف الدولة البنية محرومين من كل شيء نحن عساكر جايش حتى الضباط ما فيه هلأ الحديثة لدينا ثلاث ضباط أربع ضباط نحن عساكر جايش وشوية مع المية مدرسية كيف تعملوا هكما أوليدكم هذا وأهلكم وكذا قالوا نحنا الجيش نحنا نقدروا ونحترموا ونحنا جزء منه ونعتبر نفسنا جزء منه ونحنا بموقفنا من الجيش يجب يطلعون إلى معركة نهر البارد نحنا قدمنا ثلاث شهداء بينها البارد وعشر اتناشر جريح وشهدائنا محمد حسن الحجيري محمد أحمد حجيري وحسين كرمبي استقبلناهم بالزهور والورود والزغاريد هل يعقل بلد تستقبل شهداء الجيش منذ بعض الوقت بالزهور والورود والزغاريد أنها تتحول لبلد ضد الجيش هذا شيء غير سيارة مدنية كيف تحولت بعدين المدنية اللي أخذته لأخالد أحمد إلى سيارة عسكرية الكلام اللي بيقولوا أنه كان في سيارتين عسكريات منتظرين من وراء الجبل لدعمهن لهذا اللي يجوا أخذوا أخذوا الأحمد المهم تدأت المعركة وأنهم طيب ما شفتوهن جيش قالوا يا أخي متى ما فلت متى مصار الرصاص بغفلت الملأ لأنه ضيعة ما في قيادة ما في حدا قاعد حدا بس هلقد مهم خالد أحمد للضيعة تهب للدفاع عنه يعني اليوم سمعنا سيرته القضائية لخالد أحمد يعني قديش هو مطلوب من القضاء اللبناني بأي تهم وتهم كبيرة ما أنه تهم صغير وما أنه أضايا مغمورة فيه أضايا كتير كبيرة أخرى أخذت في الأسطنيين السابعة في لبنان طيب هيدا هذه التهمة أنتوا كبلدة بتقووا الناس بتخبوا المطلوبين يعني أو الفارين من وش العدالة بالبلدة بتضيع فيه تعاطف الناس مع بعضها يعني ما ما بتصدري للإنسان كشو وضعه السياسي شو وضعه فيه تعاطف الناس مع بعضها ما فيه فرن سياسي واضح يعني اليوم قتل ابن أحمد بدها الناس وعن أهله عم يستنجدوا بالناس بدها الناس تنجدهم كبيرة عائلة بيت أحمد جاسر بس الناس يعني ما يعني حتى ما تجدوا لأله هو شخصيا تجد أهليتهم اللي حوالي ريبين يعني فيه الأصدقاء يعني الناس تتورط بدون بس أنتوا كنتوا عارفين سيرته ذاتية كنتوا عارفين أنه مطلوب بهذه المذاكرات شو يعرف ما كنتم تشرب الضيعة أنه خالد أحمد هو اللي خاطب السوريين معروف عنه حسب بسماءة أنا الناس أنه رجل متدين بيطول دقنه سلفي إلى حد ما إلى حد ما هذا هذا المعروف عنه أما شو يعرف بالسر مين بيطلع بيعمل الشغلة بيطلع بيقول أنا اشتغلته حتى ما أزيع اسمه يعني معروف للناس يعني هذا هو خالد أحمد يعني الناس اتورطت من حيث ولا تدري هلأ المأخذ اللي عليهم أنه يخيي أنتوا بعدين ما شفتون سيرات همر جيش وكذا شفني هون طيب لش عملتوا هكما عم يأوسوا علينا وعم نأوسوا عليهم ما في حدا عاقل كان موزوني يا عمي طيب حدا يوقف هالشيالي عم يصير بعدين في نقطة يعني أنا بدي أقوله طيب هالجيش هذا نحن عنا في وحدة جيشة برسل وقدامة المعركة ساعة ونص طيب بالقليل أحد يجي نجدون هذا العساكر حدا بتركوا هكذا لقدرهم طيب هل سوى الجرود هل قدي خارج السيطرة يعني ما بيقدر حدا يوصله ما سمعته رصاص ما سمعته رصاص ما سمعته رصاص بضايعه لا ما سمعته عن رصاص عشرين كيلومتر البقعة اللي صار فيها القتال ما نسمع يعني رصاص لا ما بيسمعه ما بيسمعه ما بيسمعه ما بيعرفوا شو فيه إلا اللي سمعه وراحه واشتركه ببعد قال أنه هذه المنطقة جغرافيا فيها الجيش الحر مظبوط هذا الكلام دكتور أنا أنا استبعد الحقيقة هي مش حدود سوريا المنطقة هي المنطقة حدود نحلة ويونين يعني اه على حدود البقائية نحلة ويونين ورسم الحديد هي قريبة للمناطق اللبنانية وليس وليس للحدود السورية هذا حقيقة يعني هي هي جغرافيا هي حدود نحلة ويونين لبنان ورسم الحديد طيب إذا قبل ما أدخل يعني لح أدخل بعدين لهذه الحدود الحدود المشتركة بين العرسال والمناطق اللبنانية المجاورة وإيضا مع سوريا لكن بموضوع الجريمة طيب حدثك عم تقول أنه هن عم بقوله نحن شفناهم جيش بس أوصوا علينا أوصنا عليهم صحيح بعدين شفون جيش مشهد التنكيل أن تتحول بلدي إلى يعني متهمة اليوم فكرة الجريمة الجماعية للأسف عم تتعمم بلبنان للأسف عم بصير في مشهد أنه كل الناس بتنكيل بالجتات من دون ما تكون ربما عارفة أو يعني كل ناس عم تشارك بجريمة ليش هل قده هل قد فيه احتقال على الجيش اللبناني بأرسال أرسال حزينة للي حصل وتستنكره وترفضه وأرسال دينيا بترفضه واجتماعيا وسياسيا وإنسانيا هالشيال اللي حصل أمام مبنى البلدية مرفوض جملة وتفصيلا ولكن نظرا لعدد السكان الكبير وانتي يعني انتي عم تجمعي ناس بدون بدون قيادة بدون توجيه بدون شيء بتعرفي بصير واحد يشد واحد يرخي واحد يدفش لقدام واحد يحكي واحد يعيط واحد يرده واحد كذلك بعدين نحن مع التحقيق مع التحقيق كل اللي بيثبت أنه تطاول على الجرحى قدام مبنى البلدية يقصصوله صبيعة يفرموه نحن معهم ونحن مع تسليمه بعدين نحن فيه يجى عبادية عسل تسع جرحى ويجى ملازم أول ما نصيبه شيء صفير موجود أنا هدم حدا يعني ما حدا بيجيب سيرته ملازم أول صفير موجود يجى سالم ما نصيبه شيء لا مجروح ولا ولا شيء حفظة عليك كيف اجوا كيف تم النقل حسن ما بيقولوا جابوهم بسيارات الجيش بسيارات الجيش الجيش جابوا نحطهم ببلدية أهل عرسيل جابوهم هن حجتهم ونحن نعناهم بنا نقول لهم نتركهم بالبرية ما حدا سأل على الجيش الموجود فوق ما حدا سأل عنه طيب ما في وحدات جيش برسيل طيارة لو طلع طيارة هليكابتر وحوامت حوالي هون يعرفوا الناس أن هذه هذه اللبنانية اللي ما نعرفين أنه هذا جيش لبناني كان معهم أجهزة اتصال ما بعرف يعني هن فقدوا الاتصال مع القيادة ما عندي فكرة ما عندي فكرة أكيد ما حسنين يرات ما عنه هواتف يتصلوا بس شو اللي حصل ما عندي تفصيل بس أنه أقله كان حدا يعطيهم دعم في فرقة جيش برسيل مقيمة طيب حضرتك عم تقول هذا الكلام مظبوط في فرقة دعم للجيش في عم تقول حواجز على كل ما داخل عرسيل للجيش مظبوط إذا هن بعاد عن البلد عشرين كيلو في سترة حضرتك ليش أخدون من الجرود رجعون على البلدية ليه ما أخدون عند على أي مركز للجيش ليه ما أخدون على مستوصف ما في طريق رسمي إلا الطريق عن طريق الضيعة ما هذا الطريق الوحيد طيب ما في مستوصف بالضيعة فيه مستوصفات طيب بس عقله كنا عملون أسعبات مش ماتوا بالتنكين كمان هذا من مساوي كي بدي أقول من سخريات القدر من ضيعة أربعين ألف نسمة ما فيها ما فيها مستشفى أولي ريفي أولي يعني إذا صارت جام عايزة طيب بس حادتك عم بتقول أنه ناس تجمعت وتكوترت وصارت صريح ومشوا طيب بس هون في حدا عم بيوجه الناس يقوله نعمله هيك ما معقول كمان أنه الناس كلها مجربة يعني تسير بهايك حالي أنه كانت الفوضى هي السعيدة والمؤذة في ناس متطرفين في ناس جوهي ما في عقالة بمفعالية في عرسيل لكن مين يردون في عندنا تسع جرحة نحنا طلعوا سالمين ما حدا ما حدا ما حدا ما حدا ما حدا ما تكون جرحة من عرسيل بهايدا لا 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 تسع جرحة للجيش وقلت لك ضابط سالم إصفو صفير صفير كيف طلعوا بالآخر غطو غطو قالوا العمول إنك ميت غطو 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 لأنه ممكن واحد من بيت إحمايد أخونا الأتير ابن عم وكذا بالطار يأخذ دغرع يعني حضرتك عم تقول أنه كأنها تحولت جريم التار يعني أن الناس طبعا فيها تار يعني الناس كلها تأخذ بطار أهل إحمايد طبعا طبعا يعني فيها شيء من الطار فيها شيء من السعر وفيها شيء من التطرف وفيها شيء من الجنون والغلواء بهاك حالي هالجمهير الموجودة فيها الإدمي وفيها الرزيل وفيها الخارج على القانون وفيها المجاهل وفيها الوجرم وفيها شو مين فيك تعرفي مين فيه يقول شو موجود وصلوا فيهم عمبنى البلدية طب شو اللي صار هون شو اللي صار لتنكل حضرتك شفت أكيد الفيديوز اللي نعرضي شفتوا وللأسف يعني للأسف أنه صارت آخر مشهد يمكن لأهالي الشهداء أنه يكون هيدا المشهد يترسخ أنا أنا بطالب أنا شفتوا اسمعتوا هول الناس اللي تكوتروا حضرتك عم بتقول أكيد كلكم بتضيع بتعرفوا واحد واحد مين اللي نكل ومين اللي قال نزلهم هيدا العايش نزل ليه وكلهم بيغض النظر حتما نلعب على حسيسيات المشاعر يعني هلا يعني كل الشركاء أكيد بتضيع بتعرفون يا سيدتي يا سيدتي إذا واحد أطلق نار بأي فرح بإرسال بعد ساعة بيكون اسمه عند المخابرات نحنا في عنا ولا مئة مخبر للجيش اللبناني بإرسال أنا واسق اللي راحوا عن رعيان واللي كان بينهم مخبرين للجيش اللبناني وأنا واسق قدام بلدية كان في أقل هو عشر خمسة عشر مخبر للجيش اللبناني كيف يشاركوا بالجريمة؟ عما يصوروا عما يصوروا عما يسجلوا أنا واسق كل الأسماء المطلوبة للدولة موجودة حاليا عند دولة لبنانية وبيعرفوا أكثر مني ومنكم من أي إنسان تاني لذلك الأمر ما يقولوا حج نحن ما منعرفهم بيعرفوهم واحد وواحد وكل واحد شو حقيث وكل واحد شو قال وكل واحد كيف يصرف والتي أصرف أجرم يا أصقولوا صبعوا، ويحن قولوا محول أهالي عرسال بعامتهم محول أهالي عرسال اليوم إذا رئيس بلدي عرسالابي قول أنه الیوم في مطلوب رئيس بلدي عرسال مطلوب رسميا على المخابرات الجيش مطلوب مظبوط؟ خليني برد لك يكمل غيره رئيس بلدية عسل يمارس أعماله في بلدية عسل ما في شيء من الدولة لم يقوله مطلوب يمارس أعماله في بلدية عسل يستقبل الوفود ويودع الوفود أنت بيت الحجيري بما أنكم عشرين ألف تقريبا ما هو هذا المشهد أنتم كعائلة موافقين على المشهد العبيعات والرئيس بلدية نحن ضد الحكي نحن جزء من منطق أمبارح يقوله كان متهجم على أهل منطق أهل اللبوة وكذلك نحن جزء من منطق طب عالبك الهرم ما فينا نحن عشنا نحن إياهم منذ الأزل ونحن وسوف نبقى نحن منذ الأزل والسياسة بتزول والإخلافات سياسية بتزول وعرسال سوف تبقى واللبوة سوف تبقى ومنطق طب عالبك الهرم سوف تبقى بس هو يتحدث اليوم باسم عرسال رئيس بلدية كيف لا هو رئيس بلدية تعرسال دكتور حجاري باسم مركزه رئيس بلدية باسم مركزه رئيس بلدية هو منتخب الرئيس البلدية كمان يا ستي أنت بتعرف الانتخابات كيف تصير بالضياء عائلية عائلات ومعائلات تندموا بيت الحجاري انتخبته أو كرشحته وبندب عليه انتخبه شو بدي يعملون بس هذا الشيء شو يطلع بيدنا لأنه فعلا فعلا له مواقف حالية متطرفة متطرفة وعم يعني يهيئ لتطرف مع الناس الآخرين أنا مبارحة بس أنا مبارحة كان مجتمع باللبوة بعض الشباب من عرسال ومن أهل اللبوة عم يقولوا نحنا بلد وحدة نحنا أهل وحدة نحنا مبارحة لو كنت بتشيع باللبوة كان في ربع ربع المشيعين من أهل عرسال نحنا في بنياتنا أحضر تضيع يعني نعتبر اللبوة ضاحية من عرسال ما بصير الحكاية دي نحن إذا اختلفت أريك سياسيا بسحب عليك الرشايا بس من يمثل اليوم علي الحجاري غير أنه رئيس بلدية من يمثل سياسيا أما رئيس بلدية أنا هلأ شايفين هلأت في وراء اليوم جمهور حمي يعني شايفيه هل هو زعيم اليوم في صارع يعني رئيس بلدية خليك شوي لأولي اليوم علي الحجاري بيمثل فئة متطرفة من الشباب المتطرف وعلي الحجاري إله أقارب كماني يعني هو فرع حيانا العائلية تلعب دور هو فرع من فروع بات الحجاري وإله أقارب يوقفوا جنبه يعني اليوم ما في حساب أقارب قادر يشتح فيه منطقة البقاء مثل ما بقول يعني كلم فاضي هذا حكي فاضي أنتو بيت الحجاري المستعدين يعني لأنك نتلبه طبعا منا مستعدين طبعا منا مستعدين طبعا منا مستعدين ولكن نحنا بنحذر من الفتنة بنحذر من الفتنة ونحنا يعني يعني يقدر علي الحجاري رئيس البلدية أن يعمل أن يكون يعني أن يكون سببا لفتنة في أي 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 واحد بده يعمل فتنة إذا كان معمدو ضميري بيعمل فتنة شو هي الفتنة يعني شو الفتنة اللي يخافه منها الناس شو الفتنة اليوم بأرسل إذا معظمكم نسيش واحد يعني نحنا بـ 58 نحنا بـ 58 نحنا كنا من مؤيدين الوحدة بالمصر السورية وكان في بعض الناس يومتها غير ضد الوحدة بالمصر السورية وصارت أحداث 58 اغتيلة مختارة على السلح ساني محمد الحجاري فضلنا نحنا بأخذ الطار 30 سنة هذه الفتنة اغتيل واحد بتورط لفتنة عشائرية تنتقل من السياسة لعشائرية وهي قتل هدف لين قتل وهدف لين قتل هاي هاي فتنة بس اليوم البعض يقول أنه للأسف ربما أو يمكن لمحاسن السلطف يعني ما نعرفوني هذه الازدواجية كيف بدأت تكون أنه صحيح سقط شهداء من الجيش اللبناني لكن ما في منهم من عرسيل يعني هذا الشي ما في دطار بهذا الموضوع ما لازم يكون في طار هذا أول فكرة بس أنت تحول بلدي أنه بدأت تاخد طار من مؤسسة كمان هذا مشكل يعني مش أنه عم ياخد طار من شان ابنه خالد احميد نحن قلنا الجيش اللبناني مؤسسة يعني فوق المشاكل المحلية الجيش اللبناني هو حامل الوطن حامل وحدة الوطن ديمومة الوطن ما يدد اليوم يفوت على عرسيل الجيش هم يقدر يفوت بقلب عرسيل يقدر يوصل لحد مبنى البلدية من ثلاث سنوات أو من سنتين كان لهم مطلوب اسمه رياض شريف عزدين بعرسيل الجيش اللبناني طلعوا مخابرات الجيش لكن طلعوا بالنهار وعرفتهم الناس أنهم مخابرات الجيش من ثلاث سنين أو من سنتين قبل ما تسير قصة سوريا ما فيني يعطيكي كلام دي قبل ما تبدأ الثورة في سوريا مبارح ذكروا لي إنه من سنتين أو ثلاثة يعني اشتبكوا هنوية قتلوا وطلعوا منها ما كان فيه ثورة سوريا انعكاس الأحداث السورية على لبنان نحنا تحملنا أكثر من تقولني نحنا لدينا خمسين كيلومتر على حدود سوريا مشتركة الدولة اللبنانية تركتني لحالنا نحنا نقلع شوكنا بإيدينا كما يقولون نحنا لدينا 15 ألف ناس يقولون عشرين ألف نازح سوريا ونحنا من الأساس لدينا ألفين سوري يعملوا عمال قبل الأحداث عمال بالمناشير والمقالة تبع الحجار يعني لدينا تقول سوريا ما تتحمل ضيعة بعدين الدولة اللبنانية بالسياسية هلأ عندهم الناس حين تقريبا هلأ يقولون بالخمسة عشر ألف خمسة عشر ألف بقلب عرساد هلأ يقومون بقلب البيوت فأبعضنا عايشين فأبعضنا لا يوجد مخيمات لا يوجد تنظيم الأردن وتركيا عملوا مخيمات حصرون بالمخيمات وقدرت الدولة تشرف وتستطيعون تساعد وتساعدهم أما نحنا لدينا فوضى سداح مداح كل واحد كل واحد صوته من رأسه مثل بقولوا حربكم بس قبل ما أدخل إلى سوريا والمفاعل اللي عم تناكس بالاستكمال لمجارة طيب وصلوا إلنا للبلدية بالبلدية بشو اللي صار اللي صار اللي صار العقلاء العقلاء يعني والجماعة من العقلاء الرجال العاديين حتى الناس العاديين والمسؤولين الموجودين على الأرض طبعا بهايك حالة لا يوجد قيادة فوضى صاروا يضابط بجراحهم يجبونهم طبيب للجرحة بعد ما فيها شو كانت الناس مجمع على الباب البلدية تفوت عليهم ترجع كمان فوضى لدينا عرص في البلد كل واحدة تحمل ابنها وترجع على عرص هذا اللي عندنا بالضياء هاك يصير عرص 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 عادة كل واحدة تحمل أربة أو خمسة أولاد وترجع على عرص هاي أحلى الضياء هايك الله خلقنا على الضياء كيف إذا صار جريمة وكبيرة جريمة وكبيرة ووسات وكذا ضيعة كلها صارت موجودة أدام بلدية طيب كيف صار هون هون وصلوا هني على البلدية يعني وصلوا بعضهم ما تنكل فيهم ولا لا كانوا وصلوا كيف طلع من عندنا الضابط غير منكل به كيف طلع منها غير منكل به كيف البقية تنكل فيهم يعني على الجرة حيسألوه أنا أنا بدي ما تنع بلويت أنه لا تم التنكيل بالجهدات أنا شخصيا مني متنع إلى حد ما وبنفس الوقت بستنكر الشيء وأي واحد منكل اسمه عند الدولة يروحوا يجبوه أصوله إداية أجراء لازم لازم هاي لأنه يكون في عقاب سواب وعقاب لأنه يقولوا الحكم ملح الأرض لا يعني الحكم ملح الأرض يعني هذا اللي يعملوا على شغلات مش هاي مرة تانية كيف بدنا نحط حد لها الفوضى ما هو بل لازم ينعرف شو صار لمرة واحدة فقط يعني اليوم كل الناس متخبر رويات بس فعلا ما في روية رسمية واضحة يقولوا يا أخي نحن هناك ملبسات بدنا لجنة تحقيق شفافة من قضاة عسكريين وقضاة مدنيين يحققوا بها الحادثة اللي حصلت بها الجريمة اللي حصلت ويحطوا النقاط على الحروف اللي أزنب منا من أرسال يخضوا أصولوا إداي وشنقوا هنا حرين هذا القضاء نترك على الموضوع نحن منا خضاة يروحوا يخضوا ويصرفوا واللي مزنب يتحقق وبعدين إذا في عمل الفتنة في عرسال بين الجيش اللبناني وعرسال يكشفون هالفعلين وإذا هالفتنة نشأت من الفوضى الموجودة هالانقسام العبودي بالبليد وهالشحن الطائفي والشحن المذهبي وتأثير الأحداث في سوريا عرسال كمان نكون عارفين نحن بدنا الحقيقة يتنشر ببيار غسل أخطأ من قتل خالد إحمايد بالنسبة لك يعني ما بيعرف المنطقة ما بيعرف طبيعتها تان في خطأ على الأرض تعتبر منذ البدايات أنا باعتبر في نوع من البساطة بالتنفيذ كيف يعني البساطة يعني البعض قال أخد عليهم للجيش أن أنتوا ما بلغتوا حدا ما أمنتوا معكم بس الدولة بتقول إحنا لما بنا نسحب مطلوب مش مضطرين نزيعة كمان أنه جاين نسحب مطلوب لتهرب وضيعة كانت حميته يعني بالنسبة للجيش بيقولوا طب ما نحمق أنتوا حمينوا وأنتوا لهذا الزلم من كان حمي؟ ما حدا كان حمي؟ تجرد وجوده بالضياع حماية لايز بلدية عسين ما بيعرف أنه خالد حمايد مطلوب وأنه عنده ما عنده من شراء ما يعرفني أنا إذا بيعرفه لأن معميمين اسمه لا يعرف لا يعرف شيء عن موضوع هذا هلأ اليوم يبقى في بيحد مطلوب بيروه على المغفر ما بيعرف أنه يجيب بشغلة يعملونه في شو تشبيه بيروله أنت مطلوب في كتير ناس ما تعرف أنها مطلوبة شو كنا نحن الفكرة أنه عم تقولي أخطأ أولا ما أخطأ؟ أنا برأيي في سطحية بالتنفيذ سطحية لا بيعرفوا من يروحوا لا بيعرفوا من يتصرفوا لا بيعرفوا الطريق نسكر بالتالج كلها فيها سطحية هيا فيها سطحية يعني ما بيعرفوا الأرض مصبوط ما بيعرفوا الأرض هالآد عملية بهذا الحجم أقلوك لازم تعملوا طريق الدخول والخلوش تعملوا طريق الدخول أخلوا ألف بادي منما تروح منما تأتي يعني تعتبر في خطأ تكتيكي بالتنفيذ للاسف دفع ثمن وعناصر من الشيش اللبناني لكن الخطأ أنه تعتبر أنه حتى التنفيذ ذلك يكون محكما بهك عملية أبدا 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 لماذا يهربوا هريبة لماذا يهربوا هريبة لماذا يبدا أكلكم لأنه انقتل بعد المعركة انقتل قلت لك أنه ينافذوا عمليات أحيانا وما في حدا يقول لهم لماذا عم تصوه هل صحيح أنه تم صار أذيع بالجوامع أنه هبوا إلى نصرة خالد أحميد وأنه كتل خالد أحميد مظبوط هيك الجو سمعت ذلك هيك مسير هذا الضيع شو فيها غير الجوامع هي تبليغ الناس يضيع الواحد شو اسمه جزدين بيطلعوا قالوا ياسمين الصوت فلان فلان يضيع جزدين هل يلاقيه مكافأة هل أد وهل أد هذا الضيع وضع مثلا من زع الخبر لا يجب أن يتم محاسبته أيضا لأنه حيلا إنسان عاقل بيعرف أنه بلاحظة فورة الدماء خصوصا إذا نحكي بعقلاء لازم أنه يضبط الجوامع إذا كانت أصدوا مجرد نية بنية سليمة مجرد أنه نية سليمة قالوا أنه النجدة وأتلو خينا فعلا يجهل ما حصل أما إذا كانت يعرف أنه جايش وعمل هكذا يعاقل كيف طلعوهم للجيش رجاء اليوم السؤال مركزي عم يقول كيف وصلوا على البلدية كيف رجعوا طلعوا من البلدية أنا رأولي بعض يعني بعض الناس أنه بالاخناء والعياط وحتى في ناس ستسب الدين وتسبلهم للي قدين برا لحتى قدروا يطلعوهم يعني كيف من كترة تدافع تدافع كل واحد بدي يشوف كل بدي يشوف يعني طلعوهم كان في دور لرئيس البلدية سمعت أنه كان في دور بما جرى هل مضبوط مثل ما عم ينقل أنه صار مثلا إمال رئيس البلدية أنه يستعرض بأحد المصابين من الجيش اللبناني بقلب الضياع على البعض يقول والله أنا ما سمعت بها شيء ما سمعت بها شيء ما سمعت بقلب البلد كدور سلبي ما سمعت يعني أنا بعرف أنه رئيس البلدية ربي لك ربي يعني للحق أو للحقيقة كان في همر عباب البلدية طلع لأ والد صغير عمره عشر سنين عم يولعها عشر سنين عم يولع الهمر بعيد ولا لا ما بعرف شو بتعرف باللغة العسلية روح باللغة فيلم بعد خمس ضايا عشر ضايا رجع طلع لا أعمالها سبله أبو اللي خلفه اللي ما بعرف شو يعني لاش نجي هو مضبوط هو اللي أخرج الملازم صفير هلأ بالضبط مين ما بعرف بس أنا بعرف أنه يعني طب ليه قالوا له عمول أنك ميت بس خوفه من أنه هي ممكن حدا أوسيه طب ما كان في أكثر من شخص كمان على قائد الحقيقة من الجيش اللبناني يعني مضبوط بس هذا يمكن لأنه ضابط وسليم وكذا ما بعرف شوه بجوز الجريح بجوز الجريح بس الإنسان سليم بجوز بس الإنسان سليم بجوز ما تنكل فيهم حسب رأيي أنا لا الجرح لا أتكر فيها حسب رأيي أنا لا بالبلدية الطريق بالبعركة بالبلدية لم يجر التنكين حدتك عم تقول أنه لما وصلوا على البلدية كل شيء قبل البلدية ما حدا بيعاف صار في تدافع صار في شد صار في أخذ صار في عطب كل هذا موجود بالفوضى طبع الضياء موجود ولكن أنا واسع أنه صوت العقل هو اللي انتصروا ورجعوا حملوهن وأخدوهن للعلاج والضابط طلعوا سليم كيف أخدوهن؟ مين اللي طلعوهن؟ طلبوا أزالي طلبوا فيها البلدية عندها عندها أصعاف للبلدية ويمكن طلبوا الصليب الأحمر إجاء كمين أخدوهن بس مش الجيش اللي فيت أخدوهن؟ لا مش الجيش ما رجعوا استدعوا الجيش اللبنان الجيش ما أجي ما أجي ما أجي أنه خاف أنه سيصير المواجهة مباشرة بينه بين الأهالي يعني إذا وصلوا الخبر أنه عناصرك تم الاشتباك معهم وجرحوا ممكن أنا ممكن ما فيديهم بس اللي أخدوهن الصليب الأحمر وأكيد إصعاف بلدية عرسالي كيف رجعت عرسال قراءة هذا المشهد؟ يعني حضرتك عم تقول عرسال حزينة هل يكفي الحزن؟ يعني من بعد الحزن بالإخت اليوم بدل المطلوب الواحد اللي كان خالد إحماد صار عندكم البعض يقول عشرات المطلوبين هل بدت ترجع تصير عرسال كبلدة؟ هي كلها خارجة عند دولة؟ هل ترضى عرسال أن تكون دولة تضم المطلوبين؟ وخصوصا أن المطلوبين بقتل ومحاربة الجيش اللبناني؟ سأذكر لك شغلتين أنا حضرت صليت الجمعة مبارك في عرسال لله شهادة لله إمام المسجد اسمه عبد المبات الحجاري طلع قال هناك فتنة تدبر لعرسال هناك فتنة نحن نرفض أهالي عرسال أن نكون في طرف في أي فتنة بين الجيش اللبناني وبين الدولة اللبنانية نحن مواطنون لبنانيون نحن نرفض هذا الكلام الذي قال أنه عرسال دولة أو دولة نحن نرفض كل ذلك أنا بناشدكم وبإسم الدين الإسلامي وبإسم الإسلام وبإسم العقل وبإسم شوي إنكم تطفوا هذه الفتنة تتحملوا وتضغطوا على الجراح وطلعوا بلدنا سالمي نحن ما بدنا شبابنا نورطهم أن نكونوا طفار بجبال نحن بدنا نكون مع الدولة نحن لبنانية نحن الجيش اللبناني وولادنا فيه نحن جزء من هذا الجيش هذه هي خطبة الجمعة في هذا الجوامع عرسال ورجل هذا إمام الجامعة الرئيسي الكبير في عرسال وطبعا حضروها المئات من أهل عرسال كان رئيس برادية ترسال لا أعلم كان يصلي كان مئات أنا ما انتبهت إذا كان رئيس برادية تنتبهي جامعة بساعة 500 600 700 هذا كان فيه أذان صاغي لما يقوله إمام المسلم طبعا أهل العرسال كانوا يتفاعل إجابا بعد الصلاة واجتماعنا عندي بالبيت 20-30 شخص وحكينا بالموضوع أنا كنت أحكي نفس الكلام بالله قلنا لهم هذا كلام العقل يعني أنتم كبلدي مع تسليم كل المطلوبين طبعا نحن مع تسليم كل المطلوبين هل صحيح أنهم نفروا بالجبال أنا برجع بقول لك أننا لدينا 100 مخبر أقله للجيش اللبناني والقوى الأمن الداخلي فينا والله بيعرفوهم أكثر مني ومنكم كل أنا الإنسان ناين بايت ماذا يعرفون في بعض الناس تعرفهم بس يمكن ما تقول أو ما تسترجي تقول يمكن تعرف بس لا تسترجي تقول لأنه بتخلف بناتنا حززات عائلية وبتعرف العائلية والعصبية تخلف بناتنا يمكن ما تسترجي تقول هل يعرفوهم أكثر مني كيف نتصرف وكيف نجيبوهم نحن مع تسليمهم مع تسليمهم مع تسليمهم مع تسليمهم إذا الدولة أرادت فيها تفوت تأخذهم كلهم المطلوبين بتلاقي هيك إذا وجدوا يعني بأرسال أنه اليوم الدولة هل عندها الأخط فعلا عندها الضوء الأخضر أنه هي تحمل حالة وتفوت على عرسال وكل المطلوبين تقدر تأخذهم دوريات الجيش عم تروحوا تجيب عرسال طول النار أما كيف التنفيذة لا أنا ما فيني ما بأري يعني أنا ماني عسكري ولا أنا ماني عسكري ولا أنا ما فيني أقول كيف بس ماني عسكري بس بجوز هلأ إذا أجو يأخذوا واحد وعرف حوله مطلوبه ووضع بجوز يشتبكوا إياه يعني شو شو بجوز يشتبك يعني حتى في منها ما هو مؤكد عن من يدير الحدود مع سوريا من جهة اللبوي وباتجاه العلبك الهرمي المعروف أنه البعض يتحدث تحديدا أهل المنطقة يقولون أننا حزب الله بالتنسيق مع الفعاليات في هذه المنطقة عم بقوموا بهذا الحماية حماية أمن المنطق مناطق اللبنانية هيا الدولة حتى مراكز للفهود مداخل العرسال الجبلية كل مدخل يعني في أربع خمس مداخل حتى مراكز للفهود ولكن هذه المراكز غير فعالي بكل صراحة شو يعني غير فعالي غير فعالي غير فعالي عشرة عسكرية بطرف جوردا لحولهم بهالليل بناموا بتكتكوا بهالليل شو بني عشرة عسكرية غير فعالية يعني بعدين شو اسمه هاي الطرقات الجبلية اللي راكب هيدا 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 البيك أبل شو بيسموه بيبعد عنهم متين مترو أو ألف مترو وبيطلع بالجورد بيطلعوا طرقات صداح مداح يعني هيدا الحقيقة يعني شو بني ما بيأمنوا هاد ما بيأمنوا ما بيأمنوا ما فيكن تنفو يعني وجود جيش السوري حر على جيش السوري حر أنا شخصيا بدي أحكي بصراحة أنا شخصيا ما شفت ما شفت بس بجوز يكون الوجود بجوز يكون الوجود والوجود اهمال مترجع بجعبول ما في استراتيجية للدولة يا أخي لش ما عملينهم مخيمات لش ما بيفصلوهن عن الناس لش ما بيكون نعرف نحنا نرجع بنقول أن المواطن السوري اللي جاء لعنا نازح نحنا أهلا وسهلا فيه بس كمان هنا بنأملكم شيء أما اللي جاية يعد صلاحه وشي اسمه نحنا ضد صلاحه ضد وجوده عنه ونحنا معان هالدولة تأخذه وتروح تحيسمه بس دكتور حجيلي هون كمان فيه الناس يعني لما بدت أن تقوم يعني بتقويم معين الوضع بتقول أنه في بلدات بقاعية مثلكن شأن شأن عرسيل وهي حدودية عرفت تعمل حدود لحتى وصول اللاجئين السوريين والنازحين السوريين أول شيء أمنت عدم دخول المسلحين هذا ما لم تكن بها عرسيل ما أكدت أنه كل واحد عم يدخل إلى داخلها عم يلقي سلاحه في الخارج يعني اليوم البعض بيقول أنه إذا أراد النازحين نازحون السوريون فعلا هن بيقدروا يحكموا سرعرسيل صرتنا عم نحكم خمسة عشر ألف نازح لهن إنتوا عشرين ألف بيت الحجيري يعني أعطيهم بعد شوية وقت يصيروا قد يعني في مثلا بريتيل البقاعية بريتيل حطت حدود معينة قالت أنا ما رح أقبل أن يصيروا النازحين السوريين إذا الدولة لقيت بنفسها أهل البلدة ما رح ينقوا بنفسهم يعني يعني الناس عم تنتبه لبلدتها وضيعتها البعض يقول أنه أنتوا جبتوا هذه المصيبة إلى دياركم أول شيء من معلوماتك أرسال أكبر بلدة سنية على مستوى محافظة البقاع كافة مضبوط كافة ما في حدا عنده عدد سكان مثلنا بكل بقاع نحن مجلسنا البلدي واحد وعشرين عضا بلدي يعني يعني نحن بعلبك أولا الهرمل ثانيا في المنطقة الأرسال ثانية وحتى أكبر من محافظة الزحلة لا يوجد بلدة سنية لديها أسكان بعدين نحن طبعا اللاجئين السوريين الذين يجبون غالبتهم غالبيتهم ضد النظام ضد النظام سوريا وين يتكدسهم؟ بأرسال أحدودنا نحن نحد تقريبا سبع اثنان ضيعة سورية المعرة وفليطة والسحل وجريجير وضرعطية وقارة وجوسي سبق من ضيعة ما حتى يحد هذه الضيعة قد مني نحن علينا التقلي نحن نحمله وما حتى يحمله لذلك هالأمر نحن متركين لحالنا لقضاءنا وليقدرنا نحن تركين حالكم نحن تركين حالكم شو بنا نعمل ما عملتوا خطة شضائع كبلدة حضرتك عم تقول نحن بنجي 40 ألف نسمة نحن أكبر بلدة سنية نحن عنا بلدية من 21 عدو كل هذا الكلام بس أنتم كمان يعني البعض يأخذ عليكم أنكم تركتوا هذه البلدة كمان تصير بالآخر بحكم مش بين إيديكم يعني اليوم إذا قرر النازحون السوريين مش النساء سيصيروا قوة منكم بصيروا شو بنعمل شو بنعمل إياه شو بطلع بيني يعني هلل فينا نحن نسكر الحدود نحن كهياءات مدنية فينا نسكر الحدود نقول بحد يجيل عنه كيف غير بلدات بكاية ما فيها ضغط هذا منطقة واسعة في أربعين وحمسين ضيعة إذا توزعوا شوية وشوية 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 فنظلوا موزعين أما نحن ما في غير نحن نحن من حمص لريف دمشق كله يهاجرين عننا حمص حمص نحن هلأ حمص ماهاجرين عنه وصير ماهاجرين عنه والنظارية يوجد أن يدخلوا أنكم يكون نحن تقدروا أنكم لا تخلوا السلاح يدخل إلى عزيين حقيقة نحن ضدوا هذا الوجود ضدوا وضدوا وعلنوا بسو موجود بعض قليل مش بالصورة اللي عمت تتصوير. كيف عم تصويروا بيكونوا جرحة من الجيش السوري الحر بيجوا بسلاحهم مثلا بيجوا بفوتوا تحت الشعار مثلا جايبين واحد حصل مشكلة هذه كمرة جايبين واحد على المستشفى يبقى جايب مع مسلحين جايبين وبها الجرود لأنه حتى بها الجرود ما فيك في تركية الجريح يمشي لحوله يمشي لحوله جرود واسعة أرض واسعة لنحن ما تركين لقدرني يعني بيجي جريح مع سلاحه بفوتوا بيحجد أنه هذا جريح طيب يعني شو بشو طيب وبعدين مين بيأخذ سلاح بدل سلاح ومارس يرجعوا هنا شو بني عود بساوي شو في عندي أنا في عندي جبهة حرب بسيطة أنا حنا بقوله يعني هالي بيقوله شوف طبعا مسلا بعض المسلحين يخي يقوله يروح يحارب ببلاده شوف يالي عندي هاون أنا هاون هاون إنسانيا بعينه بساعده الطفل الحرمال كذا بدها تتعيش بدها تهرب بدها تتدفى بدها كذا بساعده ولكن أنا شوري شوفي عندي أنا هون وهلا لحد اللي شوفي لون عنا بس أنتوا أهلا يرسل ألم تطورتوا بأيضا بلاعبة أمم كما البعض يقول يعني اليوم البعض بيقول الدكتور أنه حتى لو خلصت الأزمة بسوريا أي أن يكون المنتصر من الجانبين في عدد من السوريين ما رح يرجعوا على سوريا لأنه الكف ما رح تكون لصلاحهم يعني اليوم إذا رجع النظام سيطر أكيد اللي كانوا عم بحارب النظام وعيلهم وغيرهم ما عندهم الجرأة يرجعوا رح تطول الأزمة ما رح تكون بس عمرها من عمر ما يجري في سوريا أنا معك تنتهي الأخداس ولكن طبعا أنا برأيي حتى لو النظام انتصر يعني هذا الطفل والحربة والولد شو زنبه هل يريد أن يرجع بيته يعني؟ لأنه معايده مطلوب لأنه معايد يتحمل مسئلة نفسه أما هدا الطفل والحربة إلو بيته يريد أن يرجع بيته وتظلمه شرط طول عمره يسيبهم أصاب الفلسطينية يعني نفسي ما عندكم هال مخاوف من أنه فعلا عنا عنا مخاوف هلا عنا مخاوف أن يصيروا أكتر منا ماذا بنا نعمل؟ يعني نعمل من الدولة يعني للناس تعرف أكتر أنه عرسالية طابعة لمنطقة بعلبك الهرمل وأنه نواب بعلبك الهرمل يعني بالآخر تمثيليا يمثلون عرسال لكن فعليا على للأرض عرسال ما عنده ممثل مثل ما كانت حضرتك يعني نهب عن النتاقة طيب أنتو لمين عبتلوا حتوسطوا صوتكم؟ يعني أنتو سياسيا أو معظم العرساليين سياسيا على خلاف مع ممثلين قلت لأصحاب كانت تشكل لوحة الانتخابية للمرة الماضية واللي قبل هي نحن مرتين دور ثاني من عرسال ماجهة يقولون يا أخي يا أخي عرسال لا تتركوها عرسال لا تترك عرسال بلد كبيرة عرسال هي التقل السني من محافظة البقاء خذوا لها نائب خلوا فيها نائب لك بيظل لكم موطق قدم بيظل لكم شخص يقدر يحكي باسمها البلدة يقلوا صفة تمثيلية ما تتركوها لا تنترك لماذا ما كنتوا تتركوها بلد مثل هذه تقلها مركز تقل لماذا ما كنتوا تتركوها لا تتركوها ما تتركوها نواب بالبعلت بك الهرم الماحترامي لقالهم وحد منهم يدخل عرسال يدعى سباسال كيف هي الممثلة بالدولة البنينية نحن نرجع أقول لك الموظفين الوحيدين الذين لدينا العساكر في الجيش البنين نحن لدينا ثلاث ضباط فقط أو أربع ضباط وشوية معلمين مدارس لدينا موظف فئة تانية لدينا شئة تلتر أسل دوائر كل فئة تلتة موظفة أولى لا لدينا حتى كان لدينا شقفة نائب شلحتونا معنا شيء معنا شيء يعني معنا شيء معنا معنا وجود في الزمان زكتيني بشغلة أيام ما استلم الرئيس فؤاد الشاب بحكم لبنان كانت العشير العشير متل وضحة فرضة وحيل حيكمة جرود وعيشين وكذا وإلى آخرين قامت عين مستشارنا العشير اسمه بطرس عبدالساتين كانت مهمته أنه يأملهم خزانات ماء يعودهم على الزراعة جابوا شوية ناس منهم على الدولة دخلوهم بنطاق الدولة بنطاق المجتمع المدني تحضروا العشير شوي شوي ودخلوا الدولة وعجب منهم بعد النواب تذكر أني فضل ذنديش ومحمد زعاش زعيتر يجب منهم كذا نبابا تذكرون كلهم وعبد المولى أمهز وإلى آخرين وصاروا العشير دخلوا نطاق الدولة أنتوا عينوا لها مستشار يا أخي يتولى شؤونها يأخذوا ويعطوا معي لماذا استثنية عرسال من هذا التمثيل يعني حضرتك عم تقول كلام أنه هلأ يعني بيهد دورتين الانتخابيتين الأخيرة المطابق السياسية ما عنا في بوستة نحن الانتخابيات بوستة اللي بيركب البوستة بمرور نعم بتقول أكبر بلدة بقاعية والكل كان يتوقع قلت هذا الكلام أنا خصوصا أنه كانت الأزمة بين لبنان ومصبوطة أنا خلات على تلفزيون هون قلت لهم إساتي طلبت من أهالي عرسال أنه قاطعوا الانتخابات يا أخي ما إننا نائب معروفة خلص ما جابونا بالبوستة طلعنا بدون نائب قاطعوا الانتخابات قاطعوها لحتى ليا إذا طلعت لعنى الأمم المتحدة أو أي حدا يسأل شو قصتها البلد يخي نحن أكبر بلدة سنية بما حافظ البقاة وللأسف أنه الانتخابات مش لنكسر رئيس بلدية هو الزعيم اليوم؟ طبعا لأنه هنا الدولة فرخته مش نحن نفرح نائب يعني لو في مثلا نائب عرسال وفي رئيس بلدية يظل النائب إلو سلطة إلو سلطة أنت منتخب إلو سلطة معنوية أما النائب اللي من منتخب سلطة معنوية أكثر منها فعلية يعني اليوم سلطة رئيس البلدية حضرتك عم بتقول أنه هذه الدواء هذه التحالفات أو هذه البوستات الانتخابية هي التي أتت بعلي الحجيري ممثلا كالرئيس بلدية يتحول إلى زعيم شعبي الفراغ أدى لظهوره لو في توازن لو في توازن شو اسمه وين بأمريكا بينتخبوا مجلس الشيوخ دينقراطي بينتخبوا الجمهوري شو اسمه لحتى يظل في نوع من توازن بجميع العالم بيظل في توازن أما الساعة اللي بصير من اللون واحد خلاص خربي هيدر حديث أيضا اليوم عرسال لم تعد تشبه تاريخة ببعض المحلات يعني اليوم إذا هلأ بتصير الانتخابات وبترشح رئيس البلدية على الحجيري وبترشح دكتور مصوط حجيري بتلاقي الأصوات ذاهبة إلى التطرف أكثر من الاعتدال لا يا سيدي أنا واسق أنه إذا فيه هدوء هدوء صوت العقل هو اللي بينتصير لأن العقل بده شيء يستند علي بده بده دولة بده قانون بده شيء يستند علي بس اليوم حضرتك عم تقول إذا بفوتوا يخذوا على الحجيري من البلدية حيصير فتنة بالبلد عندكم هلا أنا ما أنا شو أنا يخذوا أو ما يخذوا هدا أنا ما فيني أحكي فيه أنا بعرف أنه الدولة شو عندها ما يخذ علي فيني يحققوا معه فيني يسألوه فيه هن وزير الداخلية بهايك حولا بييدوا الأمر أنا ما بيدي أنا هم عم يقول مش بييدوا الأمر أيضا وزير الداخلية بهذا المهوضوع في شمالها فيه على الدنيا لو كنت م2017 يعني أنا ما فيني أقول أنا أنا تساق أشعاط كتير دود د toxares понял حيثتي prior前 فيه مجمز أبو جمدين ما عندي عل تماما لماذا؟ ما فيهEN pode عندما أعم ما فيهو عقلية والزهنية تختلف عن عقلية وزهنية هو بوادي وأنا بوادي هذا الحقيقي لن يمكن أن يكون هناك خلاف يعني في أنه أختلاف أنا شخصيا هذا الخلاف العشائري ماني معه أنا أنا في خلاف بالمبدأ بالعقل بالرؤية أنا مبدأي وعقلي برؤتي تختلف مع عقلتي بس هو هكذا قبل؟ هل هو أيضا نتيجة الفراغ السياسي تحول هكذا؟ يمكن يمكن الفراغ السياسي ويكون أحد الأسباب أنه يصير المتطرف هو إجا دورة قبل هكذا ما كان هكذا إجا دورة هو سابقة ما كان ما كان هكذا بس هلأ الدورة هي يمكن هي الظروف الضغط الموجود فرضت على هالشيء ولكن أنا رؤيتي وعقليتي وطريقة تفكيري تختلف عنه من شيء هكذا أنا في جمود بالعلاقات بيني وبينه بحكي معه إذا شاهدته ما رح أبعكي في حولها كيف ساعدك بس أنا يمكن من سنتين معه التنوية يمكن هكذا هو بعقلية وأنا بعقلية بس أنه العقل الناس العقلة بأسان لو يصير لها مجال بتتحرك لو يصير لها مجال والمجال ما بصير إلا عن طريق الدولة والدولة يجب أن تحسن أمرها بتأجل 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 تراكم 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 التراكم سوف يؤدي إلى إلى الانفجار وبرجع أقول أنه عرسال منطقة ممكن تسبب فتنة قوية نحن ضدها الفتنة وقلت لك شو الكلمة بلسوني كمان هذا التلويح بالفتنة اللي بارح مثلا بالأمس الشيخ لأسير يقول عرسال خط أحمر هل أنتم معا أن تخرج هذه الأصوات تدافع عن عرسال؟ أنا مثلا عرسال خط أحمر على مين؟ على الجيش اللبناني؟ ما حضرتك عم تقول أن الجيش صار بقلبه جوا شو خط أحمر؟ عرسال من سنتين لليوم عم يلبسوها يتوب أكبر من توب هي من سنتين أنا بتذكر أول ما طلع خبر عرسال أو ما صارت متفجرات في سوريا وكذا عرسال تمول سوريا في المتفجرات وإلى غير طيب عرسال يا س Joshity للحقيقة وإلى الحق عرسال فيها مقالة كثيرة وبستعملوا هذا الحجر العرسال النترات النترات بيفجرها المقالة وبجوه فيه فهم يعني فيها هوا يستعملوها العرسال هوا مهنتهم الآن اللي عايشين من هنا هل هي الحجار؟ اللي عايشين من هنا من شو عايشين هل العرسال؟ من هشوية العساكر الجيش ومن ومن الحجار والذي يشتغل بالحجار أشغال شقة يعني ما فتكلي أن الحجار هي هذه العملية الشغلة المودرن يعني أشغال شقة فعلا واحد عقلي عم يشتغل بأشغال شقة وبيها الجرود ومنعزل وإلى آخره طيب يعني بما معناه ما في شيء مصادر دخل للناس إلا إلا الحجر وعساكر الجيش وشوي التهريب شوي التهريب يعني هذا الإنسان المعزول بجعنا قلنا أنه عرسيل هلأ بدهي يعني الحل الأمني مطلوب ونحن مع الحل الأمني شو بيعمل الحل الأمني الحل الأمني بيهدي الأوضاع بيهدي الأوضاع حالية بيهديها بقاقة ولكن بدها مثل ما قلنا كما فعل فؤاد الشاب بدي خيال العالم تجي به ودخليها بالعالم دخليها بالدولة دخليها بالمجتمع المدني اليوم ابن عرسيل إذا بده روح على بزارة الصحة ما عنده بواب بزارة الصحة يساحل أمره إذا بده يدخل على مستشفين أنا عملت نائب ما كان عندي بواب بوزارة إذا بدي إقضي شغلي إذا بدي إقضي شغلي إذا بدي إقضي شغلي إنه مثلا يا فلان يا أبن ضيع تشوفري الشغلي بدي روح أنا شخصيا بأي وزارة لا وزارة الشؤول الاجتماعية لا وزارة الصحة لا وزارة الأشغال ما عندنا حدا ما عندنا حدا نحن معزولون الدولة عزلتني طلع مرة لعندي المطراني جوار داد كنت جاء مسؤول الحركة الاجتماعية كنت جاء طبيب جديد عرسل وكذا عمشتغل هوني زورني أعزمت وزور كنت أشتغل مستوصفات الحركة الاجتماعية زورني طلع هكي صفن هكي شوي طلع في هاي قال لي تعرفوا شوي قلت له نعم يا سيد مولان قال لي أنتم لبنانية أكتر من أكبر أكتر لبناني قلت له لماذا تقول لي هاي قال لي لأنه يشوف هالإهمال اللي موجود عندكم وبعدكم تقولوا نحن لبنانية كتر خير الله فعلا طيب إحنا مهملين هتراكم الإهمال هذي بقى هلا أنا بناشد المسؤولين يا أخي مش حبا بالوظيفة ولا حبا بس افتحوا لها الناس جيبوها يعني أدخلوها إلى الدولة اللي جاي أدخلوها إلى الدولة أدخلوها إلى وجود إلى وجود إلى وجود وفي متعلمين رجعت قلت لك في متعلمين والله إذا هيك لا يلام أهل عرسال كمان اليوم على أنه إذا الدولة هي شالت إيدها منهم كمان هنه حشيلوا إيدهم من الدولة يعني اليوم هنه هنه بدهم بدهم جوزبوا بس ما في عندهم وسيلة بدهم يعيش الإنسان يعني الإنسان اليوم الحاجة أم الإختراع بدهم يهرب وبدهم يشتغل بالإحجار وبدهم بدهم يهرب بس اليوم كمان هل يعني أوكي هيدول كلهم مثل ما حدثتك عم بتقول أنه الحاجة أم الإختراع لكن أيضا هل الفراغ السياسي القائم بيصبح أنه يولد شخصيات من خارج عرسال هي أيضا المتطرفة أن تصبح تحكي بإسم عرسال وحضو حدود وخطوط نحن نحكي كنا أنا أحل عرسال من يومان نحن 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 نطلب من المدافعين عني إذا ما يدفعوا يقولوا كلمة حق ما يحكوا بالتطرف مين لحد ألقال كلمة حق؟ يا سيدي خلينا ندوم ما نسكول ونطلب من المهاجمين لأنه كمان يقولوا كلمة حق ما يحكوا بالتطرف ونتمنى أنه ما أحد يحكي بإسمني نحن عندنا ناس كثير بتحكي بإسمني ناس بتخربط وناس بتصليح بس بظل هذا أبن عرسال بيتحمل وسيؤت كلمة أما اللي منه عايش عرض الواقع مثلما يقولوا اللي إيدوا بالماء مش بتلئيده بالنار مش بإيده بالنار نحن اللي إيدنا بالنار نحن ما بدنا حدا يقوم ضدني نحن ما بدنا حدا يهاجمني نحن بدنا نعيش مواطنيين لبنانيين متلنا متل غيرنا بدنا حقوقني وعلينا واجبات ونحن الواجبات أكثر بلد تجبي فواتير كهراء بمنطقة المقاعدة موجودة مرسس كهربائياء هي عرسال هل هذه بلد خارجة على القلون لتجوى بفوتير كهربائي أكثر شيء بمحافظة بخار؟ هل مزبوط اليوم هو سؤال سنتركه لبعض الفاصل الأعلاني على أن نتابع أيضا الكدس لمناسبة عير مار مارون في كنيسة مار مارون في الجميزي السؤال هو هل اليوم عرسال بدأت تعد الأمن الزاتي بعد فاصل الأعلان صغير مشاهدين أبرحب فيكم مجددا ونتابع حوالنا مع أنا أبي السابق دكتور مسعود الفرجائري دكتور فرجائري السؤال اليوم الذي البعض يخاف منه والبعض يقول بأنه فعلا بدأت تحضير له هو أمن ذاتي لمنطقة عرسال هل فعلا وصل العرساليون لمرحلة إقامة أمن ذاتي في بلدتهم يا سيدتي نحن نرفض فكرة الأمن الزاتي ونرفض كلمة الدولي ونرفض كلمة الإمارة ونحن المواطنيون بدنا نظل المواطنيين لبنانيين مثلنا مثل هذه حقيقة ما عنا ما نأخذين أي حقوق من دولة البنانية ولكن مواطنين ونقوم بواجباتنا تجاه الدولة وتجاه وأساسيات الدولة هلأ الأمن الزاتي يعني بس حضرتك عارف أنه عم ينحكى بالأمن الزاتي وأنه بمحلات أحيانا بالليل في عنا نحن حول رصة البلدية بيتكلفوا أنه يفتحوا عيون هون ويطلعوا هكي تطلعوا تحولوا إلى أمن الأمنيين لأنه في خوف من شو خوف؟ من مين الخوف؟ هل الخوف من الجار؟ يعني اليوم للأسف كلنا بنعرف أنه هذا البلد صار يشبه في خطوط تماث أقله نفسيا صارت مرثومة لسيما بين السنة والشيعة صحي مع الأسف هذا الواقع والخوف من مين؟ خوف من الجار؟ يعني الجار من سوريا أو الجار من لبنان؟ يعني الجارين الذي ينتهي خوف من الجار بمعنى الجار الجار تضل جار والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بسابعة جار ولكن خوف ما فيه مخربين مخرب يكون من أي مكان يطلعوا ويقاعدوا يعمل فتنة يعمل لك تفجير في عرسل يعمل لك تفجير اللبوي يعمل لك تفجير للبزالية يعمل تفجير بأي مكان بس البعض بيقول أنه اليوم العرساليين مش خيفانين من المسلح السوري الذي يعبر باتجاه بلدتهم بقدر خوفهم من اللبناني المسلح بالحدود الأخرى يعني مثلا أنه ما كانت تبرير أول تبرير طلع وقت صارت جريمة عرسال بحق الجيش اللبناني أنه فكروهن حزب الله مظبوط ولا لا هذا صحيح طيب إذا فكروهن حزب الله هيك بيصير هذا صحيح يعني هذا الكره اللي عم بيكون هذا شحن 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 إلو سنوات شحن 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 يعني هذا للأسف هذا اللي حصل أنا قلت لك أنه نحن بحديث الظنية ما كان لنا ولا واحد اللي ما كان فيها الشحن ما كان فيها الشحن هلأ صار في عنا متطرفين فيه فيه ما فيه ننكر أكيش نسبتون اليوم تلق ليل ليل ترابلس يقولون لك 4% الإسلاميين بالأحصاءات تباركوا على الأمن الداخلي 4% الإسلاميين لم يتعدى 4% حكموا عاصمة الشمال اليوم إذا الليل عندكم الليل هل أدو حاكمين كمان عرسيل أنا أقلم 400 أيام لأحصاء أقلم أنا واسع أقلم ولكن الفوضى لكن ليس منيح إذا أقلم أربع من المئة هن حاكمين البلد يساروا كمان يحكمون لأن الفوضى لأنه عندهم السلاح وعندهم تموي يعني فيه أمن ذاتي عم يعادل المنطقة لا مش ظاهر عندنا بسهل لحد هلأ غير ظاهر ما فيه أمن ذاتي لأنه بعد ما أخذ أرار بعد ما أخذوا أرار للخروج إلى الضوء يعني اليوم لما نقول نسمع كلمة عرسيل في خطر ولما يطلع أحدهم يقول اليوم بعرسيل خط أحمر راح نلاقي بعدين في مجموعة شكلت لحماية أمن عرسيل وستطلع على الملأ ليش نحن عم نستغيص ونطالب بالدولة والجيش طب إيجوا الجيش اليوم لعني إيجوا نحنا أهلا وسهلا فيه قداش في شك واليوم من حواجز الجيش حواجزها في بعض التجوزات حواجز الجيش يعني طلعوا على تلفزيون تلاقي عشرين ثلاثين سيارة فيهم فان نيتو فيهم شو اسمه والسيارة هذه قد يكون فيها مريض قد يكون فيها عاجز قد يكون فيها شيخ وقفين نطرين دورهم وعم يفتشوا الجيش بحد ضد التفتيش وحتى في بعض منهم نزيل عميل معروف نزيل على الأرض ينزل بفتشوا هات هويتك الله معك ما معك شيء حتى أنا مرأت حاجزي أحد الحوج أنا مرأت وطلعت وانزلت كذها مرات أحد المرات المرأة مني يومين أنا طاليا حصلت عندنا قال انزيلوا على الأرض قالتلوا يا خيي أنا نائب قال بطاتك عطيني البطات قال طيب نزيل على الأرض يا عمي نائب أنا بصير نزيلني على الأرض الطوالحة وبينزلوا في فتشوا كن؟ فتشوني طفت الشخصي لكل واحد عن كن؟ نعم نعم ويفتحوا ل وسيارة ويفتشوا السيارة وكذا قلت لك يا حبيب النائب هو سيارة نائب وهو بطاطة بطاطة نائب أنا أدخل على قصر الجنبوري لا أحد يقول لي شيء هلأ أنت هون عندك أحد إجت تالي إجت مؤهل بعدين كبير هكذا بالعبر قال لش ما زلت لها قلت لك أنا نائب كيف أريد أن نزل أرض؟ شو رجع أريد أن نروح يعني أنا نائب وصور ما يا هكذا هلأ في واحد ختيار عمره سبعين سنة طيب شو ما قلت نزل على الأرض ما في نزل أساسا يطلع على سيارة يعني نحن مع الجيش مع الإجراءات مع كل شيء ولكن بدي يكون فيها الزكاء العسكري اللي واقف بدي يكون أخه يعني يفرز أنا حدثك عم بتقول أنه لو أنه في روتين يعني مثل هالروتين الإداري بالبلد بس أنه مش ضروري يوصل صف السيارات لحدود اللبوة يعني بس كرميل ساعة ساعة ونص لحتى يوصل ع بيته كامل هذا أنت الإنسان كأنك عم تحجل وتقوله خروج على القانون بدلا ما تقدموا صور بدلا ما يكونوا هنا يرحبوا بالجيش سيرين يتملوا من بعض الممارسات ختيار مثلا مختاري أسألت أنا كذا مختار أنا مختار نزيل على الأرض ما تصير صفها رسمية مختار هات بطاقة أبدو أقول لك إذا المختار مدر رئيس البلدية للأسف يمكن كمان هلأ في نقمة في نقمة على تصريحات رئيس البلدية على تصريحات رئيس بلدية يا سيدي رئيس البلدية أنا برأيه لحد هلأ ما في أي مذكرة بحقه إذا هلأد أنتم عملكم أزمة روحوا الأطول بس ما تحاسبوا كل العسلين عليه أنا ماني إذا عملكم أزمة تصرفوا أما هو لحد هلأ يمارس عمله عادة ممارسة عادية ولحد هلأ ما في أي مذكرة بحقه أنتم مقتنعين في بحقه شيء حسبه مقتنعين ما في بحقه شيء انتهت الحفلة كمانا التأويم ما هو شيء أحس أنه مكبرين القصة أكثر من عملي هذا شعوري وهو هو يعني شوية أحيانا تصريحات خارج المعقول تصريحاته خارج المعقول بتتكبر بتتكبر هو أيضا مستغل فكرة أنه لا مذكرة توفق حتى أعلن على الملعب أنني مستعد لتسليم نفسي بس محدا مطلع في مذكرة توفق اليوم تنتظروا مهم أن تصرفوا أما مجرد إشاعات وأعلام وشحن ما بصير تعتبر اليوم أن الدولة أيضا بدأت أو بعض جزء من الدولة يعني عم بيكبر الأساس ويعطيها حجم أعلامة أكثر من أنه على عرض الواقع حتى بعض الأعلام كمينة يكبر 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 أيضا يعني كأنه يعني عرسال هلأ من سنتين لليوم أنه جسمها لبيس صار أي شغلة أرسال أنا حكيت لك على متفجرات وهذا بسوريا وكذلك بالآخر يا سيدي ثبت أنه بعض الناس من سوريا يعني بيجوا بيشتروا شوية هذا نترات من العرسال يعني بدهم يأخذوا يفجروا بلحم بسوريا وما قالوا عليها عرسال لا بتفجرات سوريا ولا شيء يعني كبرت كبرت وعرساله وعرسال وعرسال يعني فيه فيه تهييج بنعمل هينا نقمن حماية نفسنا كما عم تقول يحب اليوم بن عرسال أنه تب الدولة مش سألانة عنها اليوم عدد اللاجئين السوريين والنازحين السوريين عم يتحول ليفوق عدد أبناء عرسال كيف بدك تبرر لهم أنه لا خليكن تحت جناح الدولة وبيقول لك إذا نحن دركي عنا ما فيش يحميلنا بيوتنا إذا صار في سرقات بكرة العوز يولد الجريمة يولد السرقة هيدول الناس شو بدون يعاملون يعني كمان اليوم أهالي عرسال عم يقولوا وسطلوا صوتنا أنه نحن ناس خفنين على حالنا وعوجودنا طيب الإنسان اليوم ما بدوا يحمي بيته هذا الواقع أنا حكي لي واحد قريب يعني قال لي فئة بالليل لقى ثلاثة أربعة خمسة عمي تحت البيت عندي البيت عم يتأطلوا يتكاركوا شو عم سوا هنالي هو كبير عندما صغير شباب هنالك إينا نحن ما برشوا هنالك قال لي رحت اتصالت بمغفر الدرك قلتلون يا مغفر في حد مني ثلاثة شوية ولادات عم يتأطلوا وزعران تعالوا حتى مسكوا نيهن وخدوهن وخدوهن على المغفر قلتلوا لم يسترجي نيجي هذا مغفر الدرك ليه ما بيسترجي خافوا أن يكونوا يكونوا عواما لأن الدولة مش عم تحمي دولة يخيل الحكم سلطة 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 أن احنا كان في عنده عم أفرق اللبو عرسيل حاجز للجيش السوري عم أفرق اللبو عرسيل هون كانت الناس كلما توفت شير رحل الجيش السوري المن فضلت الخشبة تبع الحاجز الخشبة العمود هذا الخشبة الله وكيلك ما في واحد من منطقة بعلبة الهربن يوصل لحد الخشبة إلا يوقف ما في حدا تعود سلطة الحكم سلطة هيبة الحكم ما هو شيء أنه كل يوم سحبيه كان أفضل لما كانوا السوريين في لبنان أفضل لا ما كان شيء أفضل ما كان شيء أفضل طبعا لا لأن السوريين كمان لهم تجاوزات لا حصرة لها يعني شو بدنا نحن 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 نحكي بس ما بتقول كالسلطة كانت أفضل كعرسيل البلدة كانت أفضل يعني اليوم عرسيل البلدة حين كانت امتدادة إلى الداخل السوري لم يكن أفضل من اليوم لأنه ما عم تقدر تمتد إلى الداخل اللبناني عم تدلة يعني له معلق أو لم طلق أنا 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 ك ك ك ك أنا مانا يست Chen Guagherl يعني علي كرتبت بس يعني بلاحظ أنه أنه ان الواطن اللبناني ويحب الحرية حتى ولو كن فيها شيئ من الفوضى يحب الحرية حتى ولو فيها شئ من الفوضى بس مش فوضى بالمرة يعني يعني شち��نا طبعا بهم أن يكون دولة البلانية موجودة وتحت رعاية الدولة البل Plus يعني أتراحم أهل الأ Rio يعني ما بيتراحم أهل الأرساليين على أيام سوريين عادي كائلي يم لا لا بترحم أهل مكنوا صريحين يعني دولتهم البنية تكون موجودة ويكون عندهم الحرية ويكون الإنسان محفوظة كرامته. ولكن بنفس الوقت لا تكون فاضة بالمرة. اليوم أهل عرسام للنبيمة يجري سياسيا هل هم فعلا مع سقوط هل هم بأغلبيتهم العظمة مع سقوط النظام في سوريا غير متوجسين من أنه إذا أتى حكم إسلامي مثلا مثل معمج حكم في سوريا أو حكم متطارق. الحكم الإسلامي من هم معه على السل. من هم معه أبدا أبدا أبدا. هم بدون حكم ديمقراطي مدني إلى خلاله. من هم مع الحكم الإسلامي هناك فئات إسلامية مثلا ولكن فئات قليلة. بس كلهم أو بمعظمهم مع سقوط النظام في سوريا. هذا حقيقة ويمكن يكون الشحن المزهبي. لماذا يعني؟. الشحن المزهبي وهذه السلسلة المزهبية. الشحن المزهبي فرز الناس. انقسام عمودة. شو بك تصلحي لا تصلحي. هذا حقيقة. يعني هنا تعاطف مذهبي مع الزرس. هذا الواقع. هذا الوضع للبنان. هذا الوضع العقل بقى الوجود. بس أنتم لما يجل عندكم الناس حين تفرزون. هل يأتي نازحين من جانب النظام إلى عرسيل مثلا؟ يعني من هم مع النظام عندهم يتجرؤون أنه يجل على. في ناس وبيجهروا بنفسهم وما أحد بيحكيوه. لا يتم التعرض للسوريين. باللغة العادية. في واحدة مثلا مبعب شو زعلوها أهل عرسيل مرة زعلت شوية. قلتوا والله هي أهل عرسيل. بالحق بها نص الشيئة. والله هي على العرسيل لو عدنا وحكمني لحتى ندوزكم بالصرمية. سوريا هي. يا سوريا. ماذا أحادي أريد أن يحققها؟ إنسان مهاجر ومصدوق. في حتى الحد للأي. في عندنا ناس مع النظام. بس ما يتعرضون لنا أهل عرسيل. لا لا لا. ما يفرقوا. لا لا لا. هذا لجئ له حقوق اللجئ. إنسان. أنت تعاملليك إنسان. مش عاملليك كسيئسي. يعني أهل الأرسال يقدرون شرعة حقوق الإجراء. بس مثل ما هم بتصوروا للأسف يا تتعليم. وحياتك يقدرون. ولكن يعني يعني هالي صار قدام البلدية. هالحشود وهالحشود أعطت فكرة عن الأرسال الوحشيين. أنا واسق يعني أن أهل الأرسال اللي كانوا ضد التصرف كانوا أكثر من هالشباب الجهال. فعلا حتى من يعرف بهذه المناطق اللي هي الضيعة يعني بالآخر واللي هي الأرياف بالريف. لا فيه تقاليد. مثل ما أقول حضرتك في عادية لأهل البقاع مش مش هيك بيستقبلوا يعني أكيد ما في فكرة شريم الجماعية لا يجب أن ترسح على هذه البلدية. اللي جابوا الجرحة على البلدية لو يعرفين بدوا يصير هيك ما كان يجبون بس كمانا لو تركوهم بالبرية وميتوا بالبرية جرحة وكذا بدون أصعاف كمانا ما هي العملية كل شغلة إلا سلطة. بس ما كان عندهم ولا سبيل إلا البلدية. ما بدي أخذوه. هم مركز الجيش ما في مراكز لو حطوهن على مدخل الضيعة. مش كان أأمن لو سلمون. هلأ يا أخي بس. طلعون من عرسل. لو أعطون. لو ننقلون إلى اللبو يمكن مش كان أفضل. بما أنه ما في قيادة عامل شعبي فوضوي. والبلدية اليوم صورة هي ملتقى. هي ملتقى. هي ملتقى. ملتقى. ملتقى الهيئات اللي تجي عرسل. هلأ من يوم اللي بلش الأحداث. كل اللي بد يجي يرامله بيرو على البلدية. هذا صور شي شائعي. غيرا اليوم بالملفات السياسية المطروحة. يحكى أنه. أكيد يحكى عن قانون. اللي هو القانون المذهبي كما يوصى. وهو القانون لقاء الارتودوكسي. شو بيعمل إذا تم تطبيق القانون اللي قالوا. أنا برأيي أننا نعود إلى الغراء. يعني سألت لي بده كل طائفة انتخب طائفة هاي. عما وين إلغاء الطائفية السياسية؟ وين بدأت صير؟ وين العيش المشترك؟ وين بدأت صير؟ بس مش أحسن العرسل هيك مشروع قانون. إنه بصيروا فيه إلى نوابة تتمثل؟ حتى لو كان أحسن العرسل منه. هذا شيء مؤقت. يعني اليوم إذا ما كنا يعني متعايشين مع بعضني. هلأ مثلا فيه أقليات لنفرض. مثلا. أقول العسل أقلية كبيرة. مثلا لنفرض فيه خمس تلاف أو ست سبع تلاف مسيحي. مثلا فيه منطقة إسلامية. يعني بيضيعوا. بصيروا لحولهم. أنه أنتم عندنا تخبروا ويب كل حولكم. ما فيه نروحوا لعند النائب المسلم. يقولوا له نحنا أعطيني. ساعدني. وبعدين هنا مصالحهم مرتبطة مع الجوار تباحهم. ما مرتبطة. هلأ أنا كابن عرسل. أنا مثلا. محروم. ومنطقة بشكل عام. منطقة شيعية. يعني أنا بدي ضل إتعاطى مع محيطي الشيعي. لأنه هذا جزء مني. جزء مني. ما فيني. مثل بقلت. السياسة تزول. وعرسل سوف تبقى. والمحيط الشيعي سوف يبقى. بدي نعيش مع بعضنا. مصالحنا مع بعضنا. إذا غابت الكهرباء بتغيب عني وعنه. إذا غابت الماء بتغيب عني وعنه. إذا انتشر الفقر بانتشر عندي وعنده. كل شيء بده يحدث. إذا نمى هو بينما أنا. إذا نميت أنا ما بينما هو. بس ابن بيروت أنا بعيد عني كثير. بعيد عني كثير. سوني هل أنت مع أكثر. أن يكون القانون يفصل بناء على المناطق أكثر من على المذاهب. يعني حضرتك مع أن ينتخب كل ناخب في مكان إقامته أفضل. وأن كل النواب ممثلين مناطق وليس ممثلين مذاهب. هيا أفضل تعتبر؟ يا سيدي مواسني مناطق وإلى حد ما يكون لهم صلة بالمذاهب. يعني أنا برأيي المختلط حاليا بالنسبة للوضع الحالي. هي النسبية أرقى. النسبية أرقى من الأكثر. أرقى من الأكثر. ولكن هناك نقد للنظام الأكثر من بعض الفئات. وفي نقد مع النظام النسبي. نحن بدنا شيء يكون يوفق الجميع. يكون غامض. يعني هلأ عم يبحثوا عن قانون انتخاب غامض. ما حدا يعرف مين يريد يفوز فيه. ما هي إلا غالب ولا مغلوب. إلا غالب ومغلوب. وبدنا نضلي أخي. ما في الانتخابات بدها تمثل جميع الناس. ما بدنا نحن انتخابات ترجع تفجر الوضع. هلأ يقال أنه عايام الرئيس شمعون حصل انتخابات وزولت الانتخابات. انفجر الوضع. هلأ تحصل انتخابات وطرف يفوز وطرف ما يفوز بده ينفجر الوضع. نحن بدنا نمشي إلى السلم. بدنا نمشي لقدام. المختلط قد يؤدي يوم ما إلى إلغاء الطائفية من الدستور من القانون. حضرتك مع إلغاء الطائفية من الدستور والقانون؟ لكن طبعا مع ضمانات وتطمينات للإخوة المسيحيين. أنا مع الشي. لأن الحقيقة للإخوة المسيحيين. يعني نكهة لبنان. هنا النكهة يعطوه نكهة. صوتكم مسموع بعد. لا يعطوه نكهة. هذه الشريحة من المجتمع اللبناني. اللي بتفكر بعدها بهذا التفكير. حضرتك يعني عصارة عهود. بعضه هذا الصوت مسموع. ولا بيعتبره مثل للأسف. يعني التوصيف. يعني البعض يقول دي مو دي صارت هذه اللغة. أنه خلص. لو بتكون تطبقوا الغاء الطائفية. كنت تطبقتوا لما كنت نواب. حتى لو ما طبقناها مية بالمية. ولكن يجب أن نعطيهم تطمينات للإخوة المسيحية. يجب أن نكون. لأن بعضهم الوحيدين بالشرق. بالمشرق. اللي بعضهم هن مسيحية لبنان. اللي بعضهم محافظ عليهم إلى حد ما. فقا سأتلي بدنا يعني. يعني. هالعنصر المسيحي الموجود عندنا. ما يتحافظ عليك. كأننا نقول المسيحيين الرحلوا بالشرق. اليوم زيارة البطرياركة. غبطة البطرياركة الراعي إلى سوريا. من المقرر أن تجري غدا. على أن يبيت اليوم هذه الليلة في سوريا. هل أنتم مع هذه الزيارة؟ أي معها طبعا. نحن مع الحوار. نحن مع تثبيت. نحن مع تثبيت. أنه يزور بلد اليوم. بعده القائم. رئيس هذا النظام. هو الرئيس السوري. بشار الأساس. كأن المسيحيين يعطون موقف سياسة. بس هو عم يزور المسيحيين في سوريا. الزيارة الأساسية. رايح لتنصيب بطريارك. الأردودوكس في سوريا. هو يزور المسيحيين في سوريا. ونحن مع تثبيت المسيحيين في المشرق العربي. لأن وجودهم يعطيني تعددية يعطيني لمحة حضرية ونحن لم نحاجة التخلف والعودة إلى العصور الوسطى نحن نبحث عن هل حضرتك مع مثلا الزواج المدني في لبنان الزواج المدني أنا كنت نائب طلعت على المغير سألوني السؤال نائب حضرتك كنت معني نائب أنا مع الزواج المدني كيف الاختياري الاختياري أنا يا أخي اليوم أنا أنا شخصية ما أطلع بالزواج المدني لا علي ولا علي ولكن في فئة من الناس عم الطالب بالزواج المدني رح أزوج المدني يخي رح يقول نحن تحكي مثلما الآن للرئيسات أنا أقلت أبل الحريري أنا أقلت أبلت لك ميام كنت نائبة على الميام مسجلة أنا يخي بدي أزوج مدني بقوله رح أبس أزوج وأربع ترفيك قال له وين إدناك قالوا هيجي إدني ما بصير ليش بدي يعيش تغير شو يروح عقبرس أرجع لا زوجه يا حي وسجلوا وانتهت الحفلة بعدين أنا أنا ماني رب العباد بكرة ربك يحسطوا بدوا يقبلوا يقبلوا بدوا ما يقبلوا وحر بس أنا ماني رب العباد شو لي أنا شو سلطي أنا أنا شو سلطي ما لي سلطة ما تعتبر أنه اليوم هيدا الكلام خصوصا الارتداد الذي وضعوا خطا وزيحا أحمر اليوم المفتي مفتي الجمهورية الإسلامية أنه بخوف اللبناني بخوفكن أنا أعتبر جمهورية إسلامية لربنان اليوم أنا برأيك رد سامحة المفتي كان متطرف إلى حد ما هل يجرؤ اليوم سياسي على قونا نتزواج مدني خصوصا مسلم بوقت بيطلع المفتي بيقول له لا تخسر أنا ما بنتقدو أنه كرجل دين يرفضها الشيء يمكن هو عنده أسبابه بس في صد الحقيقة يتعلق فتوى عنده أسبابه كرجل دين يرفضه شيء أما يقول لا يدفن ولا يصلى علي ما قالوا أهل هذي يقولوا ناس وبدني يدفنوا وبدني يصلى علينا قلت إيه وقلت لا ما بصير بقى صحيح هذا صحيح بدني أهله بني يحطوا وبدني يصلى علي وقلت إيه وقلت إيه وقلت لا ونحنا عند السنة أي واحد يصلي مذر ويشاير يعني أنا دعم يبوع فين بدنا نصلي صلاة مين بيقرأ القرآن أحسن واحد فيني يلا قرب أنت الشايخ والسلام عليكم ما يعني في تطرف في تطرف نحنا مننا نحنا مننا بيحاجة للتطرف نحنا بيحاجة للهدوء للعقل للإتزان نحنا نحنا لبنان يجب أن يبقى منارة الشرق المرارة الحضارية للشرق نظل نوزع الحضارة عم تختدى فينا الناس نحنا بدنا نمثل تخلف يعني ما بصير ما بصير لازم نكون ننفتح بعدين يعني الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقابائلا يتعرفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال لا يا أيها المسلبون ولا أيها المتعصبون قال يا أيها الناس خاطب الناس جمعاء ما بصير يعني هذا أي تانية بقال إن أكرمكم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى ذلك أن منهم الرهبان وقسسين يعبرون الله ولا يستكبرون إن أكرمكم مودة إلى الله شو من أننا طلعنا بها التعصب الإسلام كان متسامة يعني دكتور حجيري حضرتك فعلا هذا الصوت الآخر اللي عولنا عليه الصوت الآخر للأسف لأنه مثل ما قلت لك يعني للأسف فكرة التعميم لا تجوز لا على المنطقة ولا على العائلة ولا على أي شريحة من هذا المجتمع حضرتك من بيت الحجيري وسمح لي أقول يعني سنة ومن عرسال اليوم التي تعتبر بأنه صار فيها رمز التطرف وعم تطلع بمواقف تمثل معظم اللبنانيين وتمثل أيضا صوت الذين لا صوت لهم له المجتمع المدني إن شاء الله هذا الصوت هو المسموع يعني على أمل أنه حضرتك يكون صوتك مسموع بعرسال وبكل لبنان يعني هذا التعويل عليه فكرة الحق تصبح في كل مكان إن شاء الله إن شاء الله أنا أشكري أن أتحتوننا هالفرصة لنطلع ونعبر على رأيني لأنه فعلا نحن المعتدلين أحيانا مضطهدين كمان حتى بالأهلاب لا أحد يسأل عنه نحن نسأل عنك دكتور أهلا وسهلا فيك النائب السابق دكتور مسعود الحجيري أهلا وسهلا فيك شكرا لحضورك مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة ختام الحدث مع نقل المباشر لقدس عيد مار مارون ونعيد كل الطائفة الكريمة بهذا العيد شكرا للمتابعة شكرا لحسن